عن الوحدات والحسين المارد والملكي هيك الجمهور الحسين بيحب ينادي فريقه الملكي وجمهور الوحدات اللي أنا منه بنحكي طول عمرنا للوحدات المارد الأخضر مواجهة كبيرة جدا مواجهة كبيرة جدا مهمة حتى لأنديت الصدارة بس مش مهمة للوحدات والحسين برضو مهمة للرمثل بيفكر بالمنافسة بيفكر حتى أي نادي عنده طموح منافسة بيطلع على هاي المباراة هلا بالنسبة للوحدات بروح على إربد بيعرف أنه ملعب الحسن ملعب مصدر تفاول إليه الوحدات يعني أكثر أفضل نتائجه في المباراة الكبيرة كان يجيبها على الملعب الحسن حتى بالسنوات الأخيرة الحسين بتفاعل بملعبه سعيده أنه سيلعب هاي المباراة في إربد في ملعبه فالفريقين بيحبوا الملعب الوحدات بيحب ملعب الحسن وجمهور الوحدات في إربد هو الجمهور اللي دائما موجود حتى هاي السنة من إربد بيطلعوا بيشجوا بعمال قدم أكتر ناس كانوا موجودين هاي السنة جمهور الوحدات في إربد ومباراة نهائي الكأس في موسم الماضي شفنا الوحدات كانت جمهوره موجود والحسين موجود فبالتالي احنا عنا أمامنا مباراة جماهيرية رسالتنا لكل هاي الجماهير احنا أهل احنا اخوان هاي مباراة كرة قدم بلنا إياها بالحب في تبدأ والحب تنتهي وظيفتنا أنه نشجع أنا بجاي أشجع فريقي وتحمس مع فريقي مع فريقي وانت شجع وحمس مع فريقي أكتر من هيك لازم نحمل الامباراة الأمور الفنية في هاي الامباراة أمور فنية كثير مهمة الوحدات يعني لما بتيجي تقيمه في ناس عم بتقيم تحكي الوحدات مع العقبة ما بتقيم الوحدات في الامبارات الأخيرة مع العقبة اللي إجا وكان بيريح فيها واللي إجا وكان عنده إنفل ونزا نصف الفريق اللي إجا وهي مش لضغطة على اللاعبين الوحدات بتكي تقيمه قيمه في المباريات الكبيرة قيمه كيف لعب مع الشارقاء قيمه كيف لعب مع سبهان حتى كيف مبارات القمة كانت مع الفيصلي قيمه كيف لعب نهائي الكأس هاي المباريات الكبيرة حتى نادل حسين انت عم بتقيمه كمان حسب المباريات الكبيرة قيمه كيف لعب مع نساف كيف لعب مع الفيصلي بالدوري من هذا المنطلق إحنا مع فريقين عم بقدمه في المباريات الكبيرة أداء كبير هاي المبارات التكتيك هو أكثر إشي رح يأثر فيها هلأ أكيد نادر حسين عنده تشكيلة كلها لعبة منتخب وعنده عناصر على الدكة عالية المستوى يعني عنده فريقين نادر الوحدات عنده مجموعة من اللاعبين المميزين اللي برزوا هذا الموسم بشكل ممكن حدا كان يتوقعه أهم لاعبين اللي برزوا في نادر الوحدات اللي عم بيعملوا تأثير على نتائج الوحدات أكيد اللاعب مهند سمرين هداف الفريق بالدوري وهو مش مهاجر هذا اللاعب الوحدات كان عنده هم كبير كيف بده يعوض غياب مهند أبو طاها كيف بده يعوض أنه ما قدر يجدد مع الأجنحة اللاعب العائد من الإصابة ثلاث سنوات مهند سمرين نزل على الملعب نجم الدوري عمل له حل إبراهيم صبرة اللي عم بندفع السرعة اللي قدم كان نجم في مبارات العقبة يعني لاعب صحة 18 سنة بس عم بيعطي أداء كبير وأجت عودة باهار فيصل بالتوقيت المناسب عودة للتهديف وهو اللاعب حاسم بنادي الوحدات بالتأكيد سيزار في المباريات الكبيرة كلها خاصة في آسيا كان نجم فالعناصر الهجومية بالوحدات مميزة تروا على نادي الحسين تتقارن العناصر الهجومية بنادي الحسين أكيد محمود مرضي لاحب حل كبير جدا بنادي الحسين إمكريات عالية جدا نجم وانتخبنا الوطني أداء كبير مستوى عالي عارف الحاج بعيش أفضل فتراته واحد من أهم الأجنحة حاليا بالأردن جناح يمين على أعلى مستوى شفناه في آسيا المهاجم إذا كان لعب عبدالعيز مداي في الكرات الهوائية من أهم المهاجمين محطة ولاعب بالهواء عبدالله العطار لاعب منتخب وراهم صيصة فبتيجي تشوف الأربعة الأربعة هان الهجوم بالفريقية ممتاز الآن مين هيسيطر على نص الملعب هنا التحدي هنا التحدي في هاي الامباراة مين اللي هيعطي المساحات للأربعة اللي لعبته المهاجمين احنا شفنا أنه الأداء اللي بيقدم معامر أبو جاموس ومحمود شوكت في آسيا في الامباريات الكبيرة كان عالي جدا مسامير كانوا بوسط الملعب كانوا يضغطوا كانوا هم ويضغطوا هم اللي كان يحرروا مهند وسيزار في آسيا وهم اللي كانوا يحرروا كمان بهاء بالدوري نيجي بنشوف الحسين مرات بلعب بلاعب ارتكاز ديفندا زي أحمد ثائر مرات بلعب بلاعب بناء أو زي لاعب رجائي اللي بيزاوج بين أداء البناء وبطلوب منه يدافع ومرات بلعب فيهم الثانين وفي امبارات الفريق نساف لعب بإحسان حداد كلاعب ارتكاز مدافع هلا شو حيبدأ الحسين هاي المباراة حيبدأها زي آسيا ولا حيبدأها زي الدوري حيبدأها بلاعب بندر بنص الملعب وأنا بتوقع يكون أحمد ثائر في هاي المهمة أمامه ممكن يكون رجائي أو ممكن يكون بالتأكيد عبدالعزيز أجاقون قدامه سيصة عبدالعزيز أجاقون في الموسم الماضي كان يعطي هجوميا أكثر كان يزيد هجوميا أكثر يساند هجوميا أكثر في هذا الموسم سيصة أخذ هذا المكان عبدالعزيز صار يضغط أكثر بنص الملعب بنشوفه ببعض المباريات بنحكي طب أجاقون ما بيساهم هجوميا زي المباريات السابقة لا هو ما تراجع هو تغير رجع شوي صار يلعب مكان رجائي لما صار يلعب رجائي ويلعب أحمد ثائر صار يلعب أجاقون مع الرجائي ولما كان يلعب أجاقون ورجائي كان الرجائي يرجع مركز 6 هي المعركة بين هدولة لعيبة الوسط أكيد الوحدات حيلعب شوكة وأبو جاموس ممكن يكون معهم الثالث اللي هو المحترف المغربي أو ممكن يتقدم أبو الجزر خاصة أنه المدافع السنقالي جاهز وممكن يلعب لهم وراء فالصراع بوسط الملعب كيف يلعب كل نادي هل خط الدفاع بالناديين؟ أكيد نادي الحسين عنده خبرات أعلى بخط الدفاع بقلوب الدفاع خاصة أفضل مدافع شايفه أنا بالدوري اللي هو عبدالله نصيب ديارة بيقدم أداة عالية جدا مباريات كبيرة جدا مصدر الأمام بنادي الحسين جنبه الرسان تنين بالمنتقب الوطني نيجي على دفاع الوحدات نشوف إحنا أنه أبو الجزر عم بيقدم مباريات كبيرة كان متألق فوق العادة بآسيا ارتفاع المنحنة البياني لعرفات الحاج ما تيجي تحكير إمبارات العقبي إمبارات العقبي مش مقياس ارتفاع المنحنة البياني جاهزية حاليا دانيال وأكيد اللاعب اللي لحد الآن أنا ما شفته جاهز اللي هو أنا بعرفه من أول اللاعب مدافع قبل سنتين شفته لعب بالدول الأردن واللبناني كان ممتاز اللي هو ديارة أشاك اللي ممكن يلعب بهاي المباراة فصراع خط الدفاع مهم جداً الأظهر بالفريقين الفريقين عندهم أظهر مميزين الحسين عنده الضهير البرازيلي اللي بتوقع يشارك وأكيد أدهم القراشي التنين بيساندوا الهجوم التنين بأداءهم ممتاز جداً بيساندوا الدفاع والهجوم فراز شلباي في الوحدات أداء الضهير الهجومي إذا لعب الوحدات بالأربعة أو أربعة 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 أو أحد أشكال هاي الأشكال أما إذا لعب بتلتقلوب فراز بيسير وسط يمين إذا لعب ثلاث أربعة ثلاث الخبر السعيد عند جمهور الوحدات أنه قز عرج حيلعب المباراة يعني أنه 80-90% هو جاهز بتمرن وغالباً حيكون خيار في هاي المباراة فهذا يعني أنه الفريقين مكتملين التشكيلة بيظل أنه الأسماء البديلة بالحسين أكثر الدكة بالحسين أكثر هاي المبارايات الروح الحماس العطاء هي اللي بتحكمها كمان التوفيق عامل التوفيق مهم جداً في هاي المباراة مباراة يعني أنت بتيجي تحكي بدي يفوز الفريق الفلاني كل واحد بيحكي حسب قاعد بالعاطفة بس هي المباراة متاحة للفريقين الفريقين عندهم قدرات أنه يفوزوا في هاي المباراة وممكن تروح للتعادل وخلي الدور يظلوا بنفس طريقة المنافسة لكن بالتأكيد بالنسبة للوحدات الخسارة ستكون مؤلمة بهموا أنه على الأقل يفوز على الأقل يتعادل لأنه الخسارة ستوسع الفارق لخمس نقاط مع الحسين وبالتالي هذا يضغط على الوحدات أكثر وبزيد الضغط على الوحدات أكثر وبعمل ضغوطات أكثر بنفس التوقيت هذا ممكن يعطي راحل الحسين وممكن يضغطه يعني ممكن يريحه شوي أنه أنه خلي وحدات تقدم عليه أنا خك بفارق النقاط لصالح يخلي الوحدات يقدم ألعب بالمساحات وهكذا هل الوحدات ممكن يقدم يفتح المباراة مهم جدا مين يبدو يبلش الهجوم مين يبني ومين يستنى وما أريد أحكي أكثر لأن هذا الموضوع يؤثر شوي في بعض الأمور فهذه المباراة الوحدات أبدع بقاسة بطريقة معينة مع أندي عندها إمكانيات هجومية معينة ممكن يلعب فيها وممكن يلعب بطريقة اللي يلعب فيها بالدوري نادي الحسين شفنا يلعب بطريقة ثابتة غيرها في مباراة ناساف زاد لاعب ارتكاز قابليها بالليلة بالتلفزيون بالحصاد لما نسأل كيف لازم الحسين يلعب مباراة ناساف أنا لازم يزيد لاعب ارتكاز يعني أكيد هو مدرب ما بسمعني وما بحكي بس أنه الرؤية الفنية وهذا اللي فوز الحسين على فريق مندفع يعني أو فريق بحجم ناساف هجومية لما تزاد قضى عليه في دائرة الملعب لكن مباراة الوحدات والحسين مختلفة مباراة الوحدات والحسين فيها جماهير للفريقين فيها الحالي معنا الروح يحكمها القتالية يحكمها التوفيق يحكمها طريقة اللعب فيها ما تعودنا الوحدات اللي يهاجم وما تعودنا الحسين يهاجم ممكن نحلم بمباراة مفتوحة لماذا لا مباراة مفتوحة نستمتع فيها ممكن وممكن نلعب بمباراة منضبطة من أحد الناديين أو من الناديين معا كيف يلعب الوحدات تسأل ورائفة علي أنا ما أستطيع أحد نظري لأنه مدرب كبير أثبت جدارته أثبت قدراته أكيد جو موتا مدرب كبير أثبت جدارته وقدراته بالدول الأردني نجح بيعيش حالة معنوية عالية بالبريات الأخيرة زي ما الوحدات مع رائفة يعيش حالة معنوية بالجولة الأخيرة الفريقين بالرصد بتدرب بكامل نجومهم الفريقين بتجهزوا الفريقين شحن معنوي شحن تحفيزي كلام عن دعم وكافآت بالمعسكرين أكيد مباراة كبيرة بعد هاي المباراة الفريقين عندهم مهمات صعبة وهي كمان مؤثرة يعني الوحدات بعد هاي المباراة حييجي يلعب مباشرة يوم الثلاثة في عمان مع الفريق لأنه إذا فاز حط إجر في الدور التاني بآسيا لأنه إذا فاز تقريبا 80% متأهل كمان 50 ألف أجو عن النادي كل هاي الفلوس اللي لسه ما وصلت هي اللي رح تخلي الوحدات يكمل موسم مرحلة الإياب هي اللي تخلي الوحدات يتجاوز كل مشاكله وحدات لحد الآن له أكتر من 400 ألف في آسيا لسه ما وصل منهم إشي الحسين في مباراة استقلول فبالتالي هو بده يلعب يحط جهده في مباراة الحسين ويحط جهد في مباراة استقلول الحسين بعد مباراة الوحدات عنده صفر قويل حيلعب يوم الأربعة مع نساف حيلعب مع نساف الأوزبكي في قرشي أنا هذا الملعب رحته وحضرت مع الوحدات فيه سابقا قبل سنوات هم جمهورهم كبير جمهورهم هم يقدموا قادر يفوز هناك على نساف ويضمن كمان ورقة التأهل بدري فهي المبارايات القادمة للفريقية مهمات ومفتاح التأهل بآسيا هم الجمعة سيكون صدام أخوي من أجل الصدارة المحلية والثلاثة والأربعة مواجهات خارجية من أجل التأهل للدور الثاني بآسيا ومن أجل الإنجاز من أجل البحث عن الانتصارات والمكافآت واللعيب سيستفيد والنادي سيستفيد بالفريقين لما يتأهلوا بآسيا فنترقب مباراة كبيرة سيطاقم حكام أجانب بناء على طلب نادي الوحدات نعرف أن كل نادي يطلعه وعتقد ثلاث مرات حكام أجانب عرفش إذا فيه تعديل في هذا الجانب بالموسم وهو يتحمل جميع التكاليف حكم من سلطنة عمان سيقود مباراة الإخوان الأحباء الأصدقاء الأهل الوحدات والحسين جمهور الحسين جمهور الوحدات إحنا أهل بنكررها إحنا إخوان براد كرة قدم مبروك للفائز هارد لك للخاسر أكتر من هيك لا بنا نشوفهم براحل وبين الفريقين بنتمنى نشوف أداء ممتع بين الفريقين بنتمنى نشوف الوحدات والحسين يقدمونا مباراة متعنا ممكن أنا بحكي يكون فيه متعة ممكن تكون مباراة مغلقة مباراة مسكرة ممكن يعني هذه احتمالية ممكن هدف يشعل المباراة يفتحها يخليها مباراة مفتوحة هدف مبكر أنا بالنسبة لي كوحداتي عندي تفاؤل أن الوحدات راجع من أربد فائز أو على الأقل متعادل هذا أنا وجهي يعني هيك يعني كجمهور مش كمحلل هيك أنا متخيل المشهد بيجي أخوي زياد البطاين بيطلبت وهو بيقول لك أنا متفائل أن الحسين حيفوز هي هيك كل واحد إله طريقته بالتفاؤل تبعه إله طريقته بتشجيع فريقه إله طريقته بدعم فريقه أنا رسالتي لفريقي نادي الوحدات أنتم قدها أنتم قادرين عندكم الإمكانيات اللي هزم سبهان الإيراني بعمان واللي تعادل مع الشارق وكاد أن يفوز هناك في الإمارات قادرون يروع على إيربد ويرجع بالتلاث نقاط هذه الرسالة لازم تصلكم أكيد جمهور الحسين بعطوا لعبتهم وفريقهم الرسالة لهم بطل الدوري وهو فكل واحد ببعت رسالة لنادي بطريقته أنا بحكي مباراة مهمة جدا مسمى